تحية طيبة أعوام من الجهود الدبلوماسية الحتيثة كانت كافية لإعادة دفء العلاقات المصرية التركية إلى مسارها الطبعية لتأسيس علاقات تعكس بين طياطها عزم القيادة السياسية في القاهرة وأنقرة العمل نحو تعزيز العلاقات لمصلحة الشعبين المصري والتركي قمة القاهرة رسمت خارطة طريق للمرحلة الجديدة في العلاقات ترتكز على تنسيق وتشور حول القضايا الإقليمية المشتركة في وقت تتصاعد في المخاوف من اتساع دائرة التهديدات بالنظر لاستمرار القتال في جبهات شتى قمة القاهرة سبقها رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وأنقرة لمستوى السفراء في مشهد لافت استهدف الإعلان عمليا عن تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد وعزم الدولتين المشتركة على العمل نحو تعزيز العلاقات السنائية ليطوي ذلك المشهد صفحة في تاريخ الدولتين وصفها المراقبون بسحابة صيف عابرة وبالنظر إلى البعد الاستراتيجي للقاهرة وأنقرة وثيق لهما في الإقليم فإن الحرب على غزة ومسألة شرق البحر الأبيض المتوسط والوضع في ليبيا وسوريا والصومال تأتي جميعها على قمة أولويات بنود التشاور والتنصيق بين القيادتين السياسيتين في البلدين أما عن مجلس التعاون الاستراتيجي الذي تم تدشينه بين تركيا ومصر خلال زيارة أردوغان للقاهرة فيمثل نقلة في مسار التعاون الثنائية على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة ما يعكس العلاقات التاريخية بين الشعبين ويعزز التنصيق والتشاور بين الدولتين بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة تقارب الرؤى السياسية بين البلدين عكس الاهتمام بالبحث عن مجالات للتعاون العسكري من خلال عقد جلسات موسعة لقادة القوات المسلحة لبحث علاقات التعاون العسكرية والأزمات الإقليمية والدولية المؤثرة على الأمن القومي كذلك دعم الصناعة الدفاعية لكل من أنقرة والقاهرة العلاقات الاقتصادية التي لم تنقطع يوما كانت محور مباحثات المسؤولين في كل البلدين فمصر تعد هي الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا كما تعتبر تركيا واحدة من أهم مقاصد الصادرات المصرية للخارج وبحسب بيانات وزارة التجارة وصناعة فيقدر حجم الاتثمارات التركية بالسوق المصري حاليا بملياري دولار وتبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها الأتراك في مصر نحو مليار ومئتي مليون دولار ومع رغبة كل من القاهرة وأنقرة في رفع مستوى التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار سنويا تدرس الدولتان إزالة جميع القيود المفروضة على تجارة السلع بما في ذلك المنتجات الزراعية وخلق بيئة مناسبة لجذب مزيد من الاستثمارات وتوفير منافسة تجارية عادلة بين الدولتين أما إذا تحدثنا عن العلاقات الثقافية فهناك العديد من القواسم المشتركة بين الثقافتين العربية والتركية لذلك يشهد التبادل الثقافي بين البلدين حالة نشاط متميز بما في ذلك التبادل الطلاب والزيارات الثقافية تأسيسا لسعي مصر وتركيا نحو تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين إذن تطور العلاقات بين أنقرة والقاهرة سيكون له انعكاسات واسعة على أمن المنطقة نظرا لأهمية الدولتين في محيطهما الجغرافي وتوافق الرؤى حول أهمية التعاون في الملفات الإقليمية بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ترجمة نانسي قنقر